حياكم الله منخفض جوي من الدرجة الثالثة تأثرت به المملكة قوبل بإعلان حالة الطوارئ واستعدادات ورفع الجاهزية وتحذيرات من الجهات المختصة وخرجت علينا تصريحات تفيد بالجاهزية والاستعداد التام وما إن بدأ المنخفض حتى كشف بعض الحقائق فغرقت شوارع وأغلقت طرقات وداهمت المياه بعضا من المحل هنا نتسأل لماذا نخشى المنخفضات لماذا يشكك البعض بقدرة الجهات الرسمية على التعامل مع الظروف الجوية وهل كان من الممكن تجنب مكان البعض يقول لماذا ننتظر حتى نغرق ماذا لو كان المنخفض أكثر شدة وماذا لو كان هناك تراكم للثلوج وهي ليست ببعيدة فما نزال بموسم الشتاء والفرصة كبيرة اسمح لي أن أرحب بضيوف الليلة المهندس أمجد أيوب مدير الإنشاءات في أمانة عمان مسأل خير مهندس وأهلا بالدكتور جمال اكتشات أمين سر مجلس البناء الوطني في وزارة الشغال مسأل خير دكتور صوت المملكة بدأ فأهلا بكم مسأل خير السيتي يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حسابي قناة المملكة على موقع الفيسبوك أهلا بكم يوم الأمس في محافظة الزرقاء سأترككم مع هذه الصور وسنعلق على هذه الصور في بثها هذه الصور من الزرقاء هذه الصور من الزرقاء شهدت هذه المنطقة جرف مركبة كان فيها سائق السائق حمزة الخطيب حتى اللحظة حمزة مفقود وسيارة مفقود سأذهب مباشرة الآن إلى الزرقاء حيث ينضم إلي عم حمزة مسأل خير عم عبد الكريم مسأل نور الله أعطيك العافية نعم طمنا عن حمزة أول شيء طمنا عن حمزة والله عند ربنا إن شاء الله يا ربنا يطمنا علي كلنا إن شاء الله طيب عمي شو صار الله لا يمعلومات جديدة حتى الآن عمي شو القصة لأنه كثير صار فيه حكي ومحنا عارفين القصة الصحيحة شو القصة اللي صارت مع حمزة والله القصة اللي صارت مع حمزة منطقة ثاني اللي تتبع على طبربور وإلى منطقة يا جوز شايف والجسر يعني مش يعني مؤسس يعني ما فيه بنية تحتية جيدة يعني إنه يعني تكون يعني قادرة على إنها تتحمل هيك يعني سيول وهيك أمطار شايف فأول ما دخل على الجسر يعني اللي هي في وادي القمر هذا معاه هو سيارة بك قلاب ديانة فنزل العجل في أول الطريق فانكسر الطريق انكسر تحت العجل فمالت السيارة فيه مع ضغط المية نزلت المية السيارة في الواد طبعا فحسب يعني شهود عيان هذا اللي شفنا إنه طالع من السيارة واقف على ظهر السيارة بس على ما يبدو إنه ما تمكن إنه يعني يسيطر على نفسه حتى يمسك كل السيارة صح وحتى تيجي فرق إن قاد تنقذه طيب السيارة لقوا السيارة طيب لقوا السيارة ولا لا نعم السيارة لقوها ولا بعدها كمان مفقودة السيارة موجودة ظلت معلها بمكان الآدث بس نزلت بوز هيك وغزت وغمرتها المياه السيارة ما تحركت من مكانها ولا صانتين يعني السيارة في مكانها بقيت فهو لأنه طلع عظار السيارة من فوز المي جرفته سامعني عمي سامعني أنت الآن طيب عمي إذا سامعني إن شاء الله تكون سامعني أول شيء مش سامعني طيب شباب إذا شاهد جاهزة نزل قاء خلينا ناخذها حتى أستمر بالحديث مع عمي عبد الكريم طيب عمي عبد الكريم أعطينا عمي عبد الكريم بدنا نشكره وإن شاء الله إنه اليوم نسمع أخبار طيبة عن حمزة سامعني يا عمي سامعك يا عمي سامعك إن شاء الله الله يسمع مننا ومنك إن شاء الله وربنا يطمننا وطمنها الناس علي اللهم أميني عمي شكراً لك وشكراً لوجودك وشكراً لوقتك والله يطمن بالك وبالنا على حمزة بإذن الله شكراً لك عمي شكراً لك عمي تفضل من خلالك أوجه رسالي إلى هالجهات المعنية ونشكر الدفاع المدني اللي ما قصروا حقيقة بذل جهد عظيم جداً حقيقة ونوجه رسالي إلى هالجهات المعنية بأنهم ينظرونا يعني بنظر الرحمة ويعني يعملون بني تحتية على الأقل يعني تكون في مستولاق لإنسان يعني بتعامل مع هيك طريق أو مع هيك جسر يعني يعني تعتبروا أنه في هذا إنسان بده أمر عليه ممكن أنه يوقعه بسيارة أو غير سيارة بس وشكراً إلك طيب عمي بس سؤال أخير حسب الشاهد العيان متى آخر مرة شاف فيها حمزة لما كان قلبك من فوق لما كان قلبك من فوق ما حاولوا ساعدوه راح يجيب حبل أو إشياء راح يجيب حبل دوره حتى يساعدوه وينقذوه في الفترة هاي طبعاً يعني لا يمبدو أنه ما سيطل على نفسه أو ما قدر يعني سيطل على المياه القوية حقيقة فأفلت من السيارة وصحبة السيول الله يطم من بالك علي يا عمي شكراً يا عمي شكراً لك وشكراً لوجودك بدأ ذاب الأنس الفعوري أنس مساء الخير يا أنس مساء الخير يا عامر ومساء الخير الجميع بعد المنخفض درجة ثالثة ولا رابعة صار نعم المنخفض درجة ثالثة ولا رابعة لا لساته من الدرجة الثالثة بس من المتوقع أن تتجدد الفعالية الجوية خلال الساعات القادمة عامر وقد تشهد بعض الجبال الجنوبية العالية تراكمات ثلجية وعاقل الحركة خلال هذه الليلة وأيضاً خلال الساعات الصباح الباكر غدا تفضلي يا أنس عطينا بالله الأخبار تفضلي سيدي الآن سننتقل بنا تعرف أهلاً بكم بالنسبة لكميات الأمطار التي هطلت خلال الليلة الماضية وامتدت من ساعات الصباح الباكر وأيضاً من ساعات الليل المتأخر وبدأت بغزارة مع الساعة الثامنة مساء وامتدت حتى الساعة الثامنة صباحاً كميات الأمطار التي هطلت في عموم مناطق المملكة تجاوزت الخمسين ملي متر في بعض المناطق ثلاثين ملي متر ثلاثين ملي متر عفواً في مناطق أخرى أما في العاصمة عمان فوصلت كمية الأمطار لخمسة وسبعين ملي متر تقريباً خاصة في المناطق الغربية البعض قد يعتقد عندما يسمع خمسة وسبعين ملي متر أن هذه الكمية كبيرة لكن هذه كمية لا تتجاوز السبعة إلى ثمانية سانطي متر فقط لكن لما إحنا خرجنا من القناة خلال ساعات الليل المتأخرة لاحظنا أن الأمطار وصلت إلى هنا تقريباً لماذا غرقت عمان؟ ولماذا شاهدنا ارتفاع منسوب في المياه في كافة المناطق المنخفضة وأيضاً في وسط البلد وفي الدوار السابع كل هذه التفاصيل ولماذا غرقت عمان معامر جوب وضيوفه في صوت المملكة إليك عامر أهلاً بكم من جديد شكراً يا آنس منخفض يوم الأمس قبل ما أذهب إلى المنخفض منرحب فيكم وأتكون طول بالك علينا قولوا إن شاء الله نبدأ من منخفض يوم الأمس منخفض يوم الأمس حديثنا اليوم بالصوت والصورة كمية الوطول في العاصمة عمان وصلت إلى 75 ملي متر ومن العاصمة عمان رايح أبدأ بهذه الصور من الدوار السابع كل الأردن شافتها أعطونيها يا شباب هاي الصور وهذه السيارات وحطولكوا قوارب وأرقام قوارب وقالوا فاضت عمان وما إلى ذلك هاي الصور من الدوار السابع أعطونا يا شباب بعد أمر كو أمين عمان كان موجود وكاميرا المملكة عملت معها هذا اللقاء أعطونا لقاء الدكتور الشواربة محتاجين لحل جذري ونهائي بإنشاء عبارة جديدة تعالج المسار كامل من الموقع اللي احنا موجودين فيه لشارع عبد الرحمن خليفة لعند فندق جينيفا والحي الخلفي لابد من إنشاء عبارة جديدة حتى تستوعب كمية المياه الكبيرة وهذا طبعا رح يحتاج وقت مش فوري هاي الصور أيضا من وسط البلد خلينا نشوفها ونشوف إذا كان في محال اتضررت أو لا أعطونا الصور هاي الصور كمان هاي من وسط البلد ومبارح كلنا شفناها وي كأنه سيناريو يتكرر مرة ثانية واسمعنا أيضا رئيس غرفة التجارة شو تحدث وما زالوا عاملين لجنة بدتم يقدروا فيها الخسار بس للأمانة الأمانة أعطت التجار الخسار السنة الماضية مظبوط سيدي هي ليست خسار ماشي طيب ماشي الآن سؤال تم تكراره مئة مرة هل غرقت العاصمة أم أنها ستغرق في سيناريو مشابه للعام الماضي ورايح أبدأ مع المهندس أم جد أيوب مسأل خير مهندس هذه الصور شفناها فبدنا تعليقك عليها في عبارة جديدة عدوار السابع تحدث فيها معالي الأمين تفضل بالبداية نحن نحكي عن وسط البلد شارع قريش الموضوع هنا وسط البلد شارع قريش زي ما تعرفوا جميعا وبعرف المواطن أنه شارع قريش هو عبارة عن الشريان المائي هو سكف السيل هو السيل عمان الرئيسي يعني جميع أحياء عمان لو ابتدينا من الجامعة الأردنية امتدانا لشارع المدينة المنورة وصولا إلى شارع مكة حتى دوار السابع والملكية وهذا المجرى المائي بالإضافة إلى المجرى الذي يجيب من نص ويلح من منطقة شارع الملكة عبد الله الثاني كل هذه الأمطار تصب في شارع قريش بالنهاية تصب في شارع قريش وبعدين تطلع سيل الزرقة نحن نحكي هذا السيل اللي هو سكف السيل عندنا عبارة صندوقية على هلت بعد سن الماضي سيدي نفسها؟ نفسها نفسها سيدي هذه عبارة بنيت في منتصف الستينات وهذه عبارة رائعة يعني وكبيرة وحجمها ممتاز هي عبارة عن 16 متر بثلاثة ونص يعني عند لما نعمل صيانة ننظف هذه العبارة ننظفها بقلابات ولودر عبارة كبيرة تستوعب مياه الأمطار هذه العبارة بنيت في منتصف الستينات ونحن ما يتم العمل عليها حاليا نحن نعمل صيانة لهذه العبارة تفقدها تنظيفها أعمال الصيانة تنظفتوها وعملنا صيانة ننظفناها وعملنا صيانة وهي نظيفة جدا لكن ما اللي نحن هلأ بنا نوضحه يعني نوضحه للمواطن فضل نحن الآن في مجرى السيل الرئيسي اللي كل مياه الأمطار أي نقطة مياه تنزل بصويل تيجي بهذا وأيضا مجرى الرونق الرئيسي بعمان هذا المجرى المائي الكبير اللي بالنهاية بنزل إلى منطقة سكف السيل واللي هو السيل القديم وإحنا هذا الشارع اللي هو شارع قريش هو مخدوم بعبارة صندوقية وفي عبارة صندوقية هي عبارة عبارة ممتازة بوضعها الطبيعي ولكن شدة الهطول المطري شدة الهطول المطري المدة الزمنية نحن 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 عن 70 ملي الآن 70 ملي بغرب عمان و70 ملي بوسط البلد بوسط البلد 70 أم لا أقل 70 ملي حسب ما قرأنا 70 ملي في لحظات معينة بتكون أن المياه القادمة من هذه المناطق مع المياه اللي موجودة بمنطقة المدينة بيصير في عنا جريان وكمية مياه كبيرة ممكن تكون أكثر أكبر من حجم السعاب هذه العبارة في لحظات معينة يعني إحنا بجوز كانت لحظة المياه اللحظة أقل من نصف ساعة أو ما يقارب من نصف ساعة نعم فزي ما تفضل معا للأميد الآن نعم في عنا الدراسات ولكن إحنا بأمانة عمان من سنتين أو مثل السنوات بدأنا برفع كفاءة وتأهيل بعض المواقع اللي كان يتكرر فيها بعض الملاحظات يعني طب سيدها يتكرر فيها السنة الماضية نعم صحيح وغرقت والتجار طالبوا بتعويض نعم ودفعتوا لهم تعويض نعم طب ما يتكرر لا هو ليس تعويض يا سيدي ما ناشخ تلفون لا تتفعل أمانة تعويض لا سيدي بدناش نقول تعويض نعم بدناش نحن نختلف على مصطلح نعم بس مش رجعته غير كثير نعم سيد أنت الآن نحن نحكي قاعدين أن الموقع مخدوم مخدوم بعبرات صندوقية مخدوم بعبرات صندوقية كبيرة الآن ما سوف تقوم في أمانة عمان كما عملت بالنفق الصيني وبالدوار السابع وبالمواقع اللي تم معالجتها أمانة عمان إلى ثلاث سنوات بتطرع أعطاءات استراتيجية كبيرة لرفع كفاءة خطوط التصريف الموجودة لأننا زي ما نعرف الآن كانت أراضي فاضية كانت مجاري السيول كانت حتى هي تسوعب المياه الآن المياه ضمن عبرات صندوقية تأخذ كل المياه لأنه سأصبح لنا بطن وزفته وكل المياه تنزل لنا على سفل السل لأنه تكرر المواقع اللي بتتكرر فيها الملاحظات في عنا كثير ملاحظات تكررت فيها هذه الملاحظات وعالجناها وعالجتها الأمانة وطرحت عطاءات استراتيجية مثال على ذلك يعني إحنا في عنا شارع المحمدية إشارة العسار سيدي إنبارح كان فيه مي نعم قدرت تحل المشكلة سحبت الميات كلها قدرت تحل المشكلة الآن دور أمانة عمان هي أنه في مثل هذه الحالة في مثل ارتفاع منسوب المياه لأنه إحنا في عنا كميات فاقت استيعاب العبارة في لحظة معينة الآن شدة الهطول المطري يعني هذا اللي بتحكم فيه شدة الهطول المطري توزيع الهطول المطري هل شامل كان يعني بالآبس كان شامل كان الأمطار شامل على كل العاصمة فتأثرت والشغلة الثالثة المدة الزمنية نحن نحكي بأربع ساعات ما انقطعت المياه فهنا كانت النقطة هذول الثلاث ملاحظات نعم الكوادر الأماني كانت موجودة الآن في لحظة معينة كانوا طبعا الكوادر متورات الشرط إذا إحتاجوا لكن في لحظة من اللحظات ارتفاع منسوب المياه كان نتيجة تدفق كميات مياه كبيرة طيب ماشي نعم وشاهد بحشو ناكو يعني نعم شفنا الأماني وكوادرها كانوا يشتغل أكيد الأماني أعلى تطوار أنا بدي أجي أتحدث معك بموضوع ذات الموضوع فيما لو لا قدر الله لكن اسمح لك كمان دكتور بدأ ذهب لشاهد الطراونة من مكان البحث على المفقود حمزة مساء الخير شاهدت فضلي من الزرقاء فضلي شاهد أهلا نعم عامر نحن الآن في منطقة طواحين العدوان التابعة لمنطق لمحافظة الزرقاء وما زالت فرق الدفاع المدني وفرق إسناد وإنقاذ الوسط بفريقيها البحث والإنقاذ وأيضا الغطصين بمستمرين في البحث على الشاب المفقود حمزة والذي فقد مساء أمس في تمام الساعة التاسعة والنصف حيث بشرت فرق البحث والإنقاذ في البحث على الشاب على امتداد سيل الزرقاء الذي ينتهي في سد الملك طلال حيث بشرت الفرق بالبحث على الشاب المفقود في مناطق السيل وفي مختلف المنسيب المرتفعة التي تفاوت ارتفاعها من منطقة إلى أخرى حيث وصل أعلى منسوب للسيل عامر إلى مترين وكان أقل منسوب للسيل هو 20 سانتي وهو الرقم الذي وصل إليه السيل اليوم وفي تمام هذه اللحظة التي نتحدث بها كذلك الحال عامر قبل قليل الدفاع المدني قالوا بأن عمليات البحث والإنقاذ ستستمر لمدة عشرة أيام وهو المعيار العالمي لفرق البحث والإنقاذ لعمليات البحث عن المفقودين في كافة المناطق التي تكون تتواجد بها فرق الإنقاذ حيث أعلنت أو قال أناطق الرسمي باسم الدفاع المدني بأن هناك ما يقارب 165 فردا من فرق الدفاع المدني يتواجدون الآن في ميدان سيل الزرقاء للبحث عن الشاب حمزة الخطيب لأيضا تقفي الآثار إن وجدت لأن يوم أمس عامر فقد الشاب حمزة عند منطقة وادي القمر التابعة لمنطقة أرصيفة الحيث جرفه منسوب المياه المرتفع بشكل مفاجئ إلى السيل وكان معه ثلاثة مركبات أيضا في تلك المنطقة إلا أن فرق دفاع المدني وآليات بلدية أرصيفة التي كانت تتواجد في تلك اللحظة تمكنت من إنقاذ المركبات الثلاث إلا أن حمزة كان الأقرب إلى الحافة وما أدى إلى إنجرافه إلى السيل وهناك شهود عيان في المنطقة في تلك اللحظة قالوا بأن حمزة تمكن إلى الوصول إلى الضفة الأخرى والوقوف على مركبته إلا أن في ذلك الوقت أدت إلى إنجرافه ومركبته في السيل وكان ذلك في وادي القمر في منطقة أرصيفة وكنا قبل قليل في منطقة حي النزهة عند جسر الزواهرة وكانت أيضا هناك فرق البحث والإنقاذ متواجدة وقالوا بأنه لم تكن هناك أي أثار في تلك المنطقة إلا أن فرق الإنقاذ ستستمر وستعمل ليلا ونهارا لمدة عشرة أيام ونحن الآن في اليوم الثاني والفرق تتواجد في الميدان كما نرى الآن وقد زار قبل قليل مدير الدفاع المدني العميد محمد لصبيحي لتفقد الكوادر الفنية المتواجدة في الميدان والذين يستخدمون المعدات اللازمة في هذه الحالة لمعرفة وكي يتمكنوا من البحث بشكل موسع وبشكل كامل وعند انتهاء هذه العمليات وبعد انتهاء العاشر من البحث ستقوم فرق الدفاع المدني بإعطاء نتيجة للجهات المعنية وعند ذلك الوقت ستكون بالتأكيد الخبر فلنأمل بأن يكون حمزة على قيد الحياة وبصحة جيدة وبالتأكيد سيقومون بإعلام والديهم بهذا الأمر كذلك الحال عامر كان هناك تساؤلات حول إمكانية استخدام طائرات للبحث والإنقاذ في هذه الحالة إلا أن قد سألنا قبل قليل أحد العناصر أو أفراد الدفاع المدنية حول إمكانية ذلك إلا أنهم بيّنوا بأن هذه الطائرات تستخدم في حال تستخدم عند الحرارة لأن بها أجسام تتفقد وتقفي الحرارة الأجسام إلا أن برودة المياه في سيل أزرقاء تحول دون ذلك وهنا نرى عامر السيل ونرى الفرق تقوم بعمليات البحث إليك عامر نعم سابقا عند هذه الصورة وأشكرك شاهد الطراونة شكرا لك شاهد الطراونة هذه العمليات كمان شاهد الآن مثل ما تحدث تشاهد عشر أيام ستستمر عمليات البحث طائرات باستخدم كثير كوادر الدفاع المدني وإن شاء الله بلاقوا حمزة نساء الله سلام للجميع خلينا نروع على فاصل قصير بعد ذلك نتواصل تفضلوا بالبقاء أهلا بكم من جديد سأذهب إلى يوم الأمس لكن إلى محافظة المفرق هذه الصور من حوشة هكذا كانت حوشة أو مثلث حوشة يوم الأمس هاي الصورة نفق نفق سيدي نفق حوشة هذا مبارح كان على هذه الشاكلة اليوم الله ما بعرف كيف كان كيف صار يوم الأمس سأنا معالي المهندس وزير الأشغال عن تكرار مثل هذه المشاكل كان له هذه الإجابة صفية من مسح كامل العبارات والجسور والشوارع في كل أنحاء المملكة بالشمال والوسط والجنوب وبدأنا بحل المشاكل التي كانت تواجه تجمعات المياه أو عدم استيعاب العبارات وهناك عبارات حولناها من إنبوبية إلى صندوقية نظفنا جميع عبارات المملكة لأكثر من مرة طيب الآن أرحب بالدكتور دكتور مساء الخير مساء الخير أخي عامر أهلا 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 شوفت صور حوشة كيف حلية المشكلة سيد هاي النفقة سيدي بداية شكرا واسمح لي يعني أمسي عليك لزمين المهندس أمجد وكل الزمناء بكل مواقعهم نفق حوشة هو يعني موجود يعني قديما وبسبب طبعا هطولات المطرية الشديدة والطمي والتربة المحملة بالمياه والتي تأتي ليس فقط من نفس المنطقة ولكن من مناطق مختلفة سواء من الشمال أو الشمال الشرقي مما تسبب طبعا في إغلاق الأحوات تجمع المياه في النفق وبالتالي عدم تصريف المياه بالأمس فعلا كان في هطول مطرية طمي كان عالي تم إغلاق النفق احترازيا بسبب ارتفاع من سوب المياه من الساعة التاسع للساعة الرابعة صباحا ووضع الحواجز طبعا الأغلاق كان فقط من الأسفل المؤدي إلى منطقة حوشة لكن في أعلى الجسر الطريق مفتوح المؤدي إلى إربل إن شاء الله يعني يكون فيه علاج من خلال دراسة معينة تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان إلهاب يكل في مالية طبعا سيتم تحديدها تأخذ بعين الاعتبار تخفيف الطمي والتربة المندفعة باتجاه موقع النفق وبالتالي طبعا هذا النفق تم يعني في كل شتاء يتم تنظيفه في كل هطول مطاري لكن مثل ما تحدثت لك أخي عامر الطمي والتربة المحملة والتي تأتي ليس فقط من هذه المنطقة ولكن من مناطق مختلفة بكميات كبيرة تفسيري ما لفتسك سؤال وهذا سؤال بتكرر دائما طبعا بالصيف تعملوا سيانة ولا ما بتعملوا سيانة يعني ناس تسأل بقول لك إحنا اشتت الدنيا ساعتين زمن رب العالمين وعطاناها الغيط يعني وإحنا من بالغ للأمانة إحنا من بالغ وإحنا من كبر ومنهول بس بالمقابل ما من بالغ شيء مش موجود صح نعم نفسه سيدي بتصوئ عندكم سيانة نعم سيدي عمل وزارة الأشغال هو على مدار العام وليس فقط بالموسم المطري أنه بداء العمل منذ انتهاء الموسم المطري في العام الماضي الفرق تم تشكيلها بالشمال الوسط والجنوب تم عمل مسح لكل العبرات والجسور وتم توسعة هذه العبرات وتنظيفها ورفع كفاءة وتحديد مجاربية طبعا هذه صور من حوشة نفق حوشة كانت بالأمس عندما تم إغلاقها احترازيا مساء هذه حوشة مبارح نعم وحوشة في الصباح الباكر يعني بعد ما تم تنظيفها من قبل فرقة دائمة تم تخصيص فرقة دائمة من مديرية أشغال المفرق ومجهزة طبعا تخصيص تتعبى أو لا هذه المرة يعني هو موضوع الطمي يعني المضخات وتصريف المياه تعمل بشكل ممتاز لكن مثل ما تحددت لك أخي عامل موضوع الأتربة والطمي والحجارة التي تنسحب مع المياه تؤدي للإغلاق إن شاء الله سيكون فيها دراسة ووضع حد لعدم تكرار هذه المشكلة إن شاء الله سيد نريد أن نذهب على مراسلين لأنهم بالثلج قاعدين الله أعطيهم العافية من معنا عجلون من معنى الشباب أسامة مسأل خير أسامة المومني من عجلون محمد ويرج من رأس نقام مسأل خير محمد مسأل خير عامر كيف حالكم كيفكم محثة الجهات مسأل نور تفضل أسامة نعم عامر حقيقة تنخف الدرجات الحرارة بشكل كبير حيث نتواجد نحن الآن في محافظة عجلون أجواء باردة جدا إضافة إلى تدني مستوى الرؤية الوفقية في غالبية الطرق المحافظة بسبب الضباب الملامس لمستوى سطح الأرض طبعا هذا المنخفض كغيره من المنخفضات عكس مدى هشاشة البناء التحتية في المحافظة وفي محافظات الشمال كما يقول السكان طبعا عامر حيث نتواجد نحن الآن في بلدة عبين يعني منذ سنوات يعاني السكان من عدة مشاكل كما نشاهد في الصورة من ارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع والمناطق الرئيسية ومناطق التجمعات السكانية نعم عامر وساما أولا بفكر لوراك بحر بقول لهم من الميت بعجلهم في بحر يا أخي هذا عامر للأسف هي منطقة تسمى البيادر كانت قديما تستخدم لحصاد القمح ولكنها باتت اليوم ملعب خلال فصل الصيف وبحيرة كما تشاهد خلال فصل الشتاء طبعا هذه البيادر المياه عدة طرق وتصل إلى المنازل السكنية تداهم منازل السكان في هذه المنطقة منذ سنوات ولكن دون وجود أي حلول كما يقول السكان مناشدات السكان بإنهاء هذه المشكلة يعني ليست الوحيدة بل هناك مشكلة أيضا مثلث عبين الذي يشهد تجمع كبير لمياه الأمطار في كل شتاء أيضا ويقطع طريق إربيد عجلون ويشكل معاناة كبيرة لكل من يعبر هذا الطريق لكن دون وجود أي فائدة كما يقول السكان في محافظة عجلون أيضا هناك عدة مناطق تشهد انهيارات في كل فصل شتاء والمشاكل ذاتها رصدنا اليوم في منطقة كفرنجي انهيارات كبيرة وتشكل خطورة على حياة المركبات السائقية المركبات لتتعبر هذه الطرق الحيوية ولكن للأسف يعني كما يقول السكان أيضا لا يوجد أي حلول طريق إربيد عجلون بداية من إربيد وصولا إلى عجلون يشهد ارتفاع لمنسوب المياه في عدة بؤر وعدة مناطق كل شتاء هناك مناطق تحتوي أتربة ومواد قد تؤدي إلى انزلاقات وإلى حدوث حوادث لا قدر الله عامر طب يعني كم سنة صار لها بله أسامة خلوا الصور بله يا شباب خلوه على الصور على عجل عامر كما يقول السكان منذ سنوات والحال على ما هو عليه يعني منذ هناك سكان التقين بهم يسكون في هذه المنطقة منذ أكثر من ثلاثين وأربعين سنة قالوا بأن الحال على ما هو عليه طبعا كما ذكرت لك حيث نتواجد الآن في عبين هناك مناطق أخرى في عجلون الحال على ما هو عليه في كافة هذه المناطق دون وجود أي حلول هذه المنطقة التي نتواجد فيها هي منطقة وسط بلدة عبين التابعة لقضاءة جنيد هي منطقة سكانية وتضم مئات المنازل السكانية كما تعلم هناك أطفال في هذه المنطقة ويعني مدارس قريبة من هذه الأحياء هذه المدارس هناك الآن قلق بات لدى أهالي هؤلاء الطلبة بإرسالهم إلى المدارس بسبب وجود هذه البرك والتجمعات المائية إضافة لأنها تشكل صعوبة على المركبات بعبور هذا الطريق وتؤدي إلى خراب وعطال في المركبات غير ذلك بأنها تصل إلى المنازل السكانية ويعني تكبد سكان هذه المنازل بخسائر فادحة طبعا عامر يعني هذه الطرقات الرئيسية تعاني من عدم تصريف مياه الأمطار ووجود أي حلول في حال وجدت تصريف مياه الأمطار لا تكون تعمل بكفاءة عالية يعني لا تغطي نسبة كافية من المياه ليتم التعامل معها عامر طب يعني رئيس البلدية بالله عليك اللي مش شايف فايش وبيشتغل رئيس البلدية لأنه بس أل الدكتور بقولك الى البلدية تابع مش للأشغال شو بيشتغل رئيس البلدية طب الناس اللي بتنتخبوا وغيرهم ورؤساء كل البلديات بالمحافظات وين شغلهم نعم أنقل لك ما يقوله السكان عامر هذه البركة تتبع للبلدية وهذا التجمع المائي ولكن مثلث عبين يتبع للأشغال الطرق طريق إربد عجلون يتبع لأشغال إربد وأشغال عجلون داخل التجمعات المائية داخل عبين تتبع للبلدية ولكن البلدية أحيانا تقول هناك قلة في الإمكانيات أحيانا تقول بأنها تعمل وهناك استعدادات يوم أمس أجرينا مقابلة من أحد السكان هنا قال نسمع بالاستعدادات وبغرف العمليات ولكن على أرض الواقع عندما يأتي أي منخفض يكون الواقع غير ذلك تماما ويعكس يعني هشاشة الاستعدادات وهشاشة البناء التحتية عامر طيب الله يا أسامة خلي المصوري خلي الصورة على المنطقة كلها لهم تسمع تعليق من الدكتور من وزارة الأشغال تفضل السيد طريق ربد عجلون عندكم ومثلث عبين هلا مثلث عبين هو يتبع لوزارة الأشغال هذه طبعا مشكلة برزت منذ فترة بسبب بالسابق كانت أراضي خالية من عدم وجود منشآت بناء عليها منذ فترة صار في تسكير المسارب المياه مما أدى لتجمع المياه في هذه المنطقة وزارة الأشغال قامت بعمل وضع مضخات بشكل مستمر تعمل في هذه المنطقة ليضخ المياه في هذه المنطقة إلى أماكن بعيدة هناك طبعا دراسة ستقوم فيها وزارة الأشغال لكن في جزء منها بتعلق في موضوع استملاكات أراضي إن شاء الله في القريب العاجل سيكون هناك حل دائم لحل موضوع مثلث عبين إن شاء الله يا سيدي بشكرك وسامة المومن من عجلون بروح لمحمد ويرج محمد ويرج مساء الخير يا محمد نعم عامر مساء النور نحن الآن نقف في منطقة رأس النقب المنطقة الأكثر تأثرا دائما في المخفضات الجوية دائما ما نسمع بوجود انقطاعات للطريق الصحراوي في هذه المنطقة أولا يعزى بسبب خطورة الطريق بشكله طبيعي وهو منحدر مما يؤدي إلى أنه في حال حدوث أي هطول مطري أو أي إنجمادات أو أي من غير ذلك أو من غير هذه المظاهر الجوية ثلوج تؤدي إلى حدوث انزلاقات مما يؤدي إلى أغلاقها في العديد من الأوقات اليوم شهدت المحافظة تعمقا للمنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة مرتفعات الشراب تدادا من الطفيلة وصولا إلى هنا إلى منطقة رأس النقب شهدت هطلا ثلجيا منذ ساعات هذا الصباح إلا أنه لم تسجل أي حادثة مرتبطة بهذا المنخفض الجوي فبعد التواصل مع الدفاع المدني والأشغال والبلديات وغيرها من الجهات لم يتسجل أي حادثة سواء تسببت بخسائر مادية أو بشرية لم يكن هناك أي شيء من ذلك كوادر غرف الطوارئ المرتبطة بالمحافظة ومراكز الأقضية والألوية إضافة إلى البلديات وسلطة إقليم البطرة التنمو السياحي كانت جميعها على رأس عملها منذ ساعات الصباح في هذا اليوم العشرات من الأليات كانت تعمل على فتح الطرق حتى في حال وجود تراكمات ولو بسيطة لم تسجل أي حالة إغلاقات مستمرة لمدة تجاوزة النصف ساعة إلا في شارع واحد وهو ليس ذلك الشارع الحيوي الواصل ما بين إيل ومنطقة الطيبة وتم فتحه خلال عدة ساعات لم نشهد أي مش مظاهر سلبية بدنا نقولهم يعطيهم العافية بالمقابل إذا أنت بتقول أن الأمور كلها تمام التمام يعني مثل ما ننتقد بالعكس كمان بدنا نقولهم كثر خيركم نعم نعم هنا لربما لم نشهد هطولات مطرية كثيفة كما شهدنا في مناطق الشمال إلا أننا شهدنا هنا هطلا ثلجيا أدى إلى التراكم في مناطق كالشوبك والبطرة إضافة إلى الطيبة والراجف ومنطقة رأس النقب عمليات فتح الطرق لم تكن تأخذ الكثير من الوقت على مدار الساعة كانت الكاسحات الثلجية متواجدة على هذه الطرق الطرق التي تخدم المواطنين وأيضا تخدم السياح ممن يرتدون منطقة البطرة وبالحديث عن البطرة كانت الحركة السياحية اعتيادية لم تتأثر محمية البطرة بالمنخفض الجوي كونها تقع في منطقة منخفضة لربما القليل من تساقط الأمطار إلا أنها لم تشهد ثلوجا أدت إلى إغلاق المحمية الأثرية الحركة كانت اعتيادية غرف العمليات المنتشرة في كافة البلديات ومديرية الأشغال والفرق المنتشرة لها على الشوارع ألياتهم متواجدة مما قبل دخول المنخفض كانت مستعدة لم نشهد كما أسلفت ننتظر اليوم مساء تعمق هذا المنخفض من المفترض أن يتجدد خلال ساعات الليلة المتأخرة والفجر وصولا إلى ساعات الصباح منذ يوم غد المنخفض هنا بمعايير المنطقة هو منخفض اعتيادي في مثل هذه الأوقات من السنة حجم التراكم هو معتاد في مرتفعات الشراء غدا لربما تكون التراكمات أكبر وهو سيكون أيضا امتحان لكافة الأجهزة لتبدي مدى استعدادها لاستقبال هذا المنقطة محمد ورجينا هالثلج اللي عنده خلال الكاميرا تتحرك نشوف الشباب كيف يشتغلوا قول للمصور للأسف عامر الثلج الثلج ذاب فنكن صريحين التراكمات لم تكن بذلك الحج نعم ذاب الثلج ما لاش حظ أنت عندك ذاب وعنده سام المومان يطلع في بحر بعجلون شكرا لك محمد ورج شكرا لك دكتور بك تعلق أيضا اتفضل دكتور شكرا لمحمد ورج أنا بدي أتحدث أن الاستعداد المسبق الجيد يؤدي إلى نتائج مرضية طبعا من جهود الجميع مثل ما تحدثت قبل قليل كان في استعداد جيد من كوادر وزارة الأشغال العام والإسكان خلال نهاية الموسم المطري السابق وإحنا مثل ما إذا الكاميرا تأخذ كان في تعزيز لرفع كفاءة العبارات وحضرين حالهم جماعة تشغالها ووضع معايير السلام العام ومجاري المياه بكافة تفاصيلها منذ الموسم المطري السابق من خلال لجان الذي شكلها معادي وزير الأشغال في الشمال والوسط والجنوب حقيقة أنه مثل ما تحدث مراسل المملكة أنه كان في سقوط للثلج منذ أمس لكن كوادر وزارة الأشغال أيضا أخي عامر قامت من خلال الفرق المنتشرة في الجنوب في الطفيلة والإمعان والشوبك بتنظيف وفتح هذه الشوارع وإدامة الحركة السابق زبطونا عبين عبليون زبطونا طريق حوشة طبو العمرك يا دكتور هل موضوع إذابت الثلج طبعا قامت كوادر وزارة الأشغال برش الأمناح على الطرق خوفا لا سبح الله من حدوث إنجماد مع ساعات الصباح الباكرة وتحسبا ومزيد من توفير معايير السلام دروع على فاصل ثاني بعد أمرك وبعد ذلك نتواصل ونتحدث أيضا عن الأماني معتناك وش حكو الأماني تفضلوا بقايا معنا فاصل قصير أهلا بكم من جديد أهلا مضيفي مهندس طيب الآن اشتت والذي صار صار مبارح نفس ما قلنا سأل ماضية طيب سؤال الآن شو الاستعدادات يعني إن شاء الله إذا كان فيه هطول مطري نفس مستوى يوم الأمس الاستعدادات جازة بحيث إنه ما نشوف اللي شفناه نعم يعني إحنا بأمان تعمان في عنا خطة الطوارئ وخطة الطوارئ هي خطة سنوية وفي عنا تجهيزات للطوارئ على مدار العام بتشمل تنظيف العبارات الصندوقية تنظيف العبارات تنظيف المناهل في عنا برنامج لمجال الوديان والسيول والتأكد منها لتأكد من سلامتها ما حد اعتدى عليها ما عليها صار أي اعتداء أو طمام أو إغلاق سنويا يعني إحنا على مدار العام هذا البرنامج موجود والتجهيزات موجودة في عنا إحنا منعلن الطوارئ المتوسط وكواد الأمان موجودة بكافة دوائرها يعني إحنا في عنا دوائر كافة الدوائر تشترك في موضوع الطوارئ وموضوع البنية التحتية والمحافظة عليها والمحافظة على ديمومة طيب سيد أنا أبدأ سألك سؤال الآن سؤال يعني هذا المناهل أنتو بتنظفوها بتلاقوا فيها يعني سمعت إنه كثير إنه بتلاقوا فيها مخلفات كثيرة سواء من تجار أو من غير تجار كل شيء منلاقي كل شيء يعني مناهل كل شيء منلاقي فيها شو بتلاقوا بالله يقولي شو بتلاقوا لأنني اليوم شوفت هذا عام الوطني الرجال الكبير المحترم عمنا معه مقابل يا رجل شو طالله من هنا نعم نعم يعني إحنا بجوز بنلاقي موسير بنلاقي أمرار بنلاقي قطع سيارات بنلاقي كياس كل شيء بنلاقي فيها المناهل وهي المناهل تفضل عليك هذا عام الوطني لد وين فايت وقاعد بنظر نعم تفضل بشوف وين فايت وبنظر نعم صحيح هذا المنظر وإحنا فيديوهات كثيرة لعمليات تنظيف العبارات لعمليات تنظيف المناهل ومجار الوديان السيول عنا كثير كثير فيديوهات يومية لتوثق عملنا بالتنظيف للمحافظة على العبارات للمحافظة على ديمومتها وسلامتها وإنها تكون فعالة الآن يعني برنامجنا إحنا جميع المواقع اللي بتم فيها ملاحظات بتم التركيز عليها بتم قراءتها إنه هل هذه المواقع إحنا من ثلاث سنوات المواقع اللي تكررت فيها الملاحظات تم تعزيز وإعادة يعني رفع كفاءة الخطوط الموجودة في هذه المواقع اشتغلنا على مواقع كثيرة والحمد لله ما صار عندنا فيها مشاكل وما صار عندنا فيها ملاحظات بسدي الملاحظات أكثر شيء وين بتكون الملاحظات هي موجودة في كل محل إحنا عمان أكثر مناطق موجودة عليها ملاحظات لأنها قديمة لأنها مش قادرين يتوسعوها مش قادرين تنقلوها وكمان عليكم حق وعلينا حق نعم نعم يعني إحنا لو إجينا الآن اشتغلنا في وسط البلد في شارع الملك حسين كان في عنا مشكلة وهذه كانت عبارات منفذة بعام بالثلاثين يعني قبل تسعين عام هذه منفذة العبارات تم العمل على هذه العبارات عبارات قديمة جدا جدا وكانت هذه العبارات بتشكل خطر على السلام العام الآنها قديمة وكان تصير فيها بعض الانهيرات الآن تم العمل في هذه المواقع تم تنفيذ عبارات في هذه المواقع والحمد لله حاليا ما فيها مشاكل يعني ما فيها أي ملاحظات خاصة المناطق القديمة المناطق التي تكون فيها البنية التحتية القديمة بيكون فيها بعض الملاحظات ولكن الأمانة تعمل حاليا على أن أي مواقع تتكرر فيها الملاحظات يتم تفضل مع الأمين. الآن نعم إن شاء الله سيكون في عندنا حلول للموقعين لحل المشكلة. إن شاء الله يسي. الملاحظة الموجودة. دورك كوزارة تشغال فيه جسور ومع هذه الأمور كلها تماما. يعني منذ بداية الموسم المطاري تم تفقد كافة الجسور وعمل الصيان اللازمة. وبالنسبة لجسور البحر الميت. هناك هلأ فرقة دائمة موجودة في الموقع. وبحمد الله طبعا الصور المسجلة بتاريخ هذا اليوم. إن سيابية الأمطار ولا يوجد أي مشاكل في جسور البحر الميت. اللي بتم حاليا عمل لها رفع الكفاءة. بحمد الله الأمور طيبة. وحاليا إحنا نتحدث عن إعادة توزيع الفرق الفنية الموجودة لدى وزارة الأشغال. وين تتخوف وزارة الأشغال؟ من وين؟ يعني هناك بعض مواقع ممكن يكون فيها تجمعات مياه. مثل ما تحدثنا عن حوشة عن مثلث عبين عبلين. بعض المناطق اللي بصير انهيارات تربة. لكن فرق فيه دائمة موجودة. هذه الفرق مربوطة إلكترونيا مع مركز الوزارة. يتم تحريكها مباشرة. طبعا هناك تم تطوير برنامج على أجهزة الأندرويد وأجهزة الهاتف. بحيث أنه أي صورة تصل إلى مركز الوزارة يتم تحديد الإحداثيات. وبالتالي تحريك الفرقة الأقرب إلى الموقع وعمل المعالجات اللازمة. مثل ما تحدثت أنه رح يكون اليوم إعادة توزيع لبعض الفرق. كون أنه متوقع يكون فيه ثلوج في الجنوب بهدف تعزيز الكوادر الموجودة هناك. والأليات الموجودة لأخذ أي إجراء إذا لازم الأمر إن شاء الله. مهندس. شوفنا باحة المحلات. هناك زورة المنطقة. نعم. في ضرر كبير؟ لا. نحن بالنسبة لتقديراتنا خفيفة قليلة. يعني المحلات التي تضررتها قليلة جدا. وبين مكانها؟ بحسب مشاهداتنا. يعني في بعض المحلات التي كانت مائلها المحلات التي كانت مداخلها أوطة من الشارع. نازلة. نازلة. نعم. أما المحلات التي كانت مرتفعة وإلها أرصفة ما تضررت. يعني هذه مشاهداتنا. نعم. هل هناك حل في المستقبل؟ نعم. صحيح. أنه خاصة المحلات ما ترجع. إنها تضررت. نعم. نعم. حالياً لدينا مصادات مائية. جبنا مصادات مائية. سنستخدمها بهذه المواقع لتخفيف المياه عن هذه المواقع. أما الحل إن شاء الله سيكون بالمستقبل سيكون لدينا حل المنطقة كاملة. وراح إن شاء الله أنه مثل الحل سيدي؟ حالياً تحت الدراسة. أنه تحت الدراسة شو أشد هطول مطرية. شو أكبر كمية مياه أمطار ممكن تنزل في هذا المجرى في هذا الواد. وإحنا شو رايحين شو بحاجة لإيش. حتى إنه إنه نستوعب كمية هذه المياه. طب سيدي تخلوا هذول الماتورات هناك جاهزة. صفوهن هناك أحسن. نعم صحيح. ولا تغرق تغرب المحلات التي تحت مستوى الشارع. نحن عندنا ماتورات. وإحنا برضو حتى دخول المياه لهذه المحلات من أكثر من شيء. أمرار يكون من صرف صحي. أمرار يكون من طبيعة هذه المحلات. هذه المحلات حتى التساوي محل ما يتم تخزين. وتكون أوطى من مجرى السيل. هي أوطى من مجرى السيل. نعم هاي المستودعات تكون في بعضها أوطى من مجرى السيل. أي شتور ممكن تفوت علىه؟ يعني لو شتوى خفيفة أو بسيطة يمكن تفوت عليه. لأنه نحن نعرف أنه هو السيل. هذا السيل. هذا مجرس سيل. فلكل يجب يأخذ احتياطاته. يعني الكل يجب أن يكون احتياطاته. يعني لازم يكون عندهم بالتساوي هذه لنفرض أي شبك صرف صحي. لأنه ممكن أن يجب أن ترتد عليهم. يعني إحنا اللي يبسكم في مجار ملاسق لمجارة الأوليان وسيول. لازم يأخذ احتياطاته. كمان يعني هو لازم يأخذ احتياطاته لمثل هذه الحالة طب سيد انت بتقولونه ماذا الحك برده عليك بشو طبعا بالتأكيد يعني احنا دائما يعني دائما في عنا نشرات يعني عشان ما يحطوش الحك عليكم بس احنا في عنا دائرة اعلامية وفي عنا في عنا نشرات اعلامية للجميع وفي خاصة انه موضوع 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 ربط المزاريب بالصرف الصحي من المشاكل اللي بتواجهنا احنا بفصل الشتاء بوضع الغاطسة بالتساوي بالمواقع المنخفضة عدم شبك التساوي على الصرف الصحي لانه بيصير عندهم ارتداد للمياه يعني جميع هذه الملاحظات دائما احنا من نبه ومن نحكي للمواطن انه يخذها بعين الاعتبار وما احد يخذها بالاعتبار يعني فيه ناس بغضوها بعين الاعتبار وبنتبهوا لهذه الملاحظات وفيه ناس ما بغضوها سيدي ما فيه تعاون بيناتكم انا بدي اكد انه هاي مش ملاحظات هاي متطلبات فنية ومواصفات فنية للمباني يعني على اساس نحقق السلامة العامة للمبنى اللي موجود في المواقع القريبة من مجال المياه لابد انه ومتعرض انه يكون هناك مداهمة المياه انه يلتزم بهذه المعاية الفنية احنا منصدر مواصفات وكودات هندسية لكن على انه طبعا نتعاون انه الجهات اللي بتقوم بالترخيص انها يتم تدقيقها وفعلا تدقيق على هذا الموضوع انه المواطن يلتزم بهذه المعايير الالتزام بهذا المعايير يخفف لا سمح الله من حدوث اي مشاكل واثر على المواطن سؤال الخير الان وضع كله تمام يا مهندس نعم تمام يعني احنا جميع الطرق العمان هي طرق سالك من اللحظة الاولى يعني حتى ما سكرت ما سكرت مع انه في شيء سكر يعني مع انه طرق سكرت وشبكة تصفيم الابطار تعمل بكفاءة وبكفاءة عالية جدا نعم شكرا جزيلا لك يا مهندس انجد ايوب شكرا مصول لك دكتور جمال دشاة مينسر مليس البناء الوطني في وزارة الاشغال والله يبعث الخير دايما دمتم بخير لتقيكم مطلع الاسبوع القادم فالى حينه بامان الله استنى علينا مهندس شوية بس اشتركوا في القناة